برن القادم والذي من خلاله صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الإجتماعي والذي ظهر فيه شخص في أحد الجبال يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه ولله الحمد فقد تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من تحديد موقعه والقبض عليه مباشرة طبعا تبين بحسب بيان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه مخالف لنظام أمن الحدود ومن الجنسية الإثيوبية وجرأ إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة طبعا كل من يتحدث أو كل من يحاول أن يختبر جهود الجهات الأمنية أكيد أنه سيشعر بخضلان لأنك تتكلم عن جهات أمنية متطورة وتقنية عالية تعمل معها وأكيد إن شاء الله أمننا وأمن حدودنا بإذن الله تعالى في أمان مباشرة إلى حائل والتي أوضحت أمانة حائل في بيان فلا سيكونوا طبعا كثيرا أمن أيضًا؟